إن حضرتك بتقول المظاهرات الحاشدة أنا آسف في اللفظ يعني حضرتك وبعض القنوات مصرين على أنها مظاهرات يا سيدتي هذه ثورة هذه ثورة بكل معايير الكلمة والثورة من نتائجها أمس بتجميع رسمي وضع تحت تصرف المحكمة الدستورية صحيح المحكمة الدستورية مش مختصة بالنظر في إسقاط أو عدم إسقاط الرئيس لكنها مختصة بالنظر في التأكد من صحة هذه البيانات أم لا أي جهة رسمية على فكرة أي جهة رسمية حتى ولو كانت وزارة الداخلية وهم مستعدون لذلك وبناء على أن أعلن وأعلنته بالأمس ولذلك هو تكرار لما أعلنته أن النظام قد سقط وسقط الدستور ولا يجوز اللجوء أو الاستناد إلى إحدى مواد هذا الدستور لأن الثورة أسقطت ولذلك أسقطت وسقط الدستور بإسم أو برأي أستاذ قانون الدستوري ورئيس قسم القانون الدستوري في جامعة القاهرة واجمعي لي المستشارين للرئيس مرسي القانونيون منهم فليأتوا بحبالهم وعصيهم أمامنا هنا ويلقوا أولا وسكونوا آخر من يلقي خدتبال حضرتك أنا بقولك مستعدون ولذلك هم لم يخرجوا على الإطلاق لدرجة أن القانون اللي فيهم اللي هو المستشار الوزير حاتم بيجاتو عما لي أرجح نستقل ما استقلش ولا ما يوديش الشعب كذا توقيعها كذا إحنا بنقوله أهوت بالفهم المليان أن النظام قد سقط وأن الدستور قد سقط ولا يجوز التمححك في نصوص الدستور دي أنا بقولها صراحة تمام جميل جدا دا رأي قانوني خلينا بقى نروح لرأي سياسي مع دكتور عماد جاد ونرجع مرة تانية نكمل مع حضرتك